اشتركوا في القناة وقعت حادثاتهم زميل قدوم من الزملاء الذين لهم سجل من الخلق والوداع والمهنية والنظافة المهنية ذلك أنه فجئنا صباحة يوم بأنه تم إخلاء مكتبه في غيبته ودون إخباره أو علمه في الوقت الذي تجزاز فيه البلاد فترة حضر صحي وحالة طوارب وأنا في تقديري أن الأمر غريب وغير قانوني ولكن قبل هذا وذاك أود أن أعود كرونولوجيا إلى التاريخ والتعامل مع هذه المسترى المتعلقة بإخلاء مكتب محامي تعيشنا حوالي أربعين سنة داخل فضاء ورحاب المحامات وقدر لي أن أشغل داخل مؤسسة المحامات لما يفوق ربع قرن مع مجموعة من نقباء منهم من انتقل إلى عفو الله ومنهم من لازل على قيد الحياة فكنت ألمس وذا طبيعي أن هناك العديد من المكاتب قد تم إخلاؤها خلال هذه الأربعين سنة ولكن كنا ننمس نوع من ثلاثة في التعامل مع إخلاء المحامين ليس حماية للمحامي فقط لا الأساس هو حماية حقوق المرتفقين وحقوق الموكلين وحقوق الأغيار المؤتمن عليها مكتب المحامي أنا الحماية أنا الخطورة لذلك كنا نعمل بإطار مرونة تام وتناغم كبير بين مرفق المحامات قطع له مكانته وما بين الجهة التي تتولى تنفيذ في شخص رئاسة المحاكم الابتدائية التي شغلها مجموعة من رؤسة المحاكم إذن لم يحصل أبدا أي مشكل يتعلق بإخلاء مكتب المحام أبدا لذلك تلاحظون أن لا سيد النقيب ولكافة سيد الأعضاء والإخوان والزملاء الذين تناولوا هذا الموضوع كانوا يرددون عبارة هذه سابقة إذن هذه سابقة مشينة من شأنها أن تخدش أولا في القانون تانيا في علاقة قطاعين يعتبران من أجنحات العادلة وإن المحامات والقضاء لأنه ليس من سهل ليس من سهل أن يتم إخلاء مكتب المحامي وإتلاف من الفاتح وضيع مجموعة من السندات التي تعود وتتضمن لحقوق الأغيار والمكيلين والمرتفاقين أن الخطورة كينا لذلك أنا قلت لكم في البداية أن الأمر غريب وغير قانوني غريب لأنه لم يسبق لي في حياتي المهنية أن سمعت أن تنفيذ ما لحكم الإفراغي أو بالأداء أو بتنفيذي حسين تنفيذي أو 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 يتم في دهالي ذي الليل وعلى الساعة الثانية عشر ليلا أو ما بعد الساعة الثانية عشر ليلا هذه غرابة هذه غرابة تنم عن أن هناك سؤنها عن أن هناك نوع من تربص ليلا وهذه هذه مؤشرات تفيد أن هناك جرم من يتربص ومن يختلي وينتظر الاختلاء ومن ينتظر ساعة متأخرة من الليل بمعنى هذا كان طويته ونيته سيئة لو كان الأمر عادي كان أبيض أن يتم هذا التنفيذ بواضحات النهار وعادي جدا إذن هذا جانب الغرابة جانب الغرابة الذي ينم عن سؤنية وسؤنية لها محل في التقاضي لها محل في التقاضي وفصة 5 من دارة مصر المدنية الذي يؤكد على دارة التقاضي بسؤنية أو بحسن نية أنا كنت أتكلم سؤنية أنا فيما يتعلق بالجانب القانوني الجانب القانوني أي قرار إذار أي حكم القضاء قبل تنفيذه يتعين عليه سلوك مجمعا من القنوات القنوات اللولى هي التبلاغ هي التبلاغ استرقرار في غيبة الزامل قد يحصل هذا تعذر الاستدعاء تعذر الحضور تعذر ولكن قبل الإقدام على تنفيذ الحكم يتعين وتبليغه وهذا التبليغ يتم في إطار مقتضيات المادتين 37 و 38 من دارة مصر المدنية بمعنى يتعين أن يتوصل هذا الشخص أو يبلغ هذا الشخص إما شخصيا أو بواسطة الأشخاص المذكورين في المادة 37 أو ثلاثين فروعه أو أصوله أو تقدمه دائزين في التبلاغ هذا الشيء ما حاصل إذن هنا وقع القفز هذا واحد المستر الذي أساسي واحد الإجراء الذي أساسي الذي هو التبلاغ وهناك النفذ مباشرة هذه اللولى الثانية أو الملاحظة الثانية ما قام بالتنفيذ عينت في الملف على أن السيد رئيس المجلس البلدي وجه طلبا للسيد أو السيدة وكيلة الملك لتعين له أحد السيد المفوضي القضائيين السيد رئيس المحكامة فعين له فعين له هذا الملف من أجل مباشرة إجراءة النفذية مفوض قضائي أولا ربما احتى المحامي المبتدي المحامي اللي يلا لتحق مهنة المحامات تيعلم حق العلم على أنه لا يمكن تنفيذ الإفراغات القاضية سأتعلق الأمر بمحل سكاني أو تجاري أو مهني إلا من خلال الأعوان التابعين لقسم تبليغي وتنفيذ أي المغضفون الهموميون التابعون للمحكمة للمحكمة والذين أدوا اليمين القانونية على هذه المهمة والذين توكلوا لهم بموجب اليمين والقسام هذا واحد الثانية هذا المفوض القضائي أو العوال القضائي يقوموا بإنذار التي روقعت تبليغ في التنفيذ قبل ما ينفذ كيعطي واحد المهلا هذا نسميه الإنذار يعني يحضر عند الشخص الذي هو مطلوب بالإفراغ وتوجه له إنذار تقول له أنا هنبلغ هو أممي تأتي له تنزل له الإشعار تقول له إذار نهار من المفلاني باش تغادر هذا المحل نرجو منك إذاع المفاتيح بين يدي طريق المفلاني علش لأن هذا الإفراغ المحل السكاني أو إفراغ المكتم المهني يتضمن محتويات محل السكان نرى فيه أتات فيه فيه قعال الضيوف وفيه غرفة لنام وفيه مطبق يعني فيه أواني أنا ممكن إذاع لديك دابون وخرج الشي دابا لا كان تكو واحد نموه لا كان تكو الوزعة باش تهيئ للإخلاء هذا تكن ماك تنفيذ العادي مكتم مهامي مكتم مهامي كنا ماخور مكتم مهامي كيخضاع الضائر بالأحراء دل الفصل تسعيل وخمسين من الضائر منضم للمهنة المهامات وخاصة الفقراء الأخيرة منه لا يمكن تنفيذ حكم إفراغ مكتم مهامي إلا بعد إشعار النقيب واتخاذ الإجراءات اللازمة الضماني مصالح موكلة النقيب يخبر علاش لأن النقيب هو المسؤول على هذا المكتب كمؤسسة ليشعر الزميل ويساعده في تعبيد وتيسير إجراءات الإفراغ ولربما قد يتدخل النقيب لإيجاد معالجة لهذا الإفراغ الشيء الثاني أن النقيب يقوم بإجراءات الهازمة المؤسسة عندما تخبر ليس للإخبار ليس إلا لا تخبر وملزم سيد نقيب بضرورة تعيين أحد سادة الأعضاء مجلس الهيئة هذا هذا العضو الذي عليه أن ينتقل إلى المكتب الزميل وأن يقوم بجرد لسائل الملفات والقضايا سواء منها المحفوظة أو الرائجة ويجعل لائحة هذه الملفات رحنا إشارة الزميل والنقيب لأن دولتهم منحنا لأن الزميل على الأقل ستكون عنده ألف قادية هذه ألف قادية فيها ألف حق فيها ألف موكيل من الذي سيطلع في هذه الملفات من المسؤول المسؤول هو الزميل وبالتبعية المؤسسة لأنها لم تحمي حقوق الموكيلين هل خطر في مكين ولذلك علينا أن نتذكر أن مقتضيات تخول وتلزم الجهات التي استزرت هذه الحكم أن تشعر النقيب الجهة الإدارية أن تشعر النقيب وأن يقوم بالإجراءات وهذا واتخذ إجراءات اللازمة لضمان مصالح موكيلة لأن حقوق الناس هنا حقوق الأغيار من الذي سيطلع واحد شيك أو كومبيلا أو العقد من يتحمل المسؤول المهامي والمؤسسة لأنها باعتبر الغير تعتبر مقصر عليها ما تبدأ الغاج لم تشعر إذن عندما تشعر هي من الملزمة هذا يبقون عليها أن تقوم بعملية الزرد وضمان حقوق الموكيلين وهنا تنقف بشين شجل على أن بعض الإخوان محترمين بعض السادة الجامعيين أعتوا احتسر المقتضية القرار الأخيرة من سنة وخمسين قالوا على أن هذا القرار الذي ينفذ ليس بحكم قضائي ومن قان بحكم قضائي إذا رجعنا لمقتضية القرار الأخيرة لا يمكن تنفيذ حكم بالإفراغ الحكم قد يكون قررا قرارا قد يكون مقررا قد يكون حكما هذا هو الحكم قرار نقول لك قرار قرار تحدي الأتعاب لكي ستوصيد النقيم يعتبر حكما في شكل مقرار إمتى تقول حكم أو تأتي طبيعة دياله لأن ما يصدر مثلا أن تنجي معك مؤسسة منضمة مثل نقابة المهامين النقيم مكلفة حديد أتعاب المهامين ولكن يمكن للجه التي ترى أنها وقع إجهاب في حقوقها أن تطعن بعد تبلغيها بتعبت الحال أن تطعن في هذا المقرر فيتحول إلى محكمة السناف ويدراج ضمن القضايا الاستعجالية أمام محكمة السناف الرئيس الأول هو الذي يبط فيها فكذلك الشأن منسبة القرارة الإدارية عندما تبلغ يتم الطعن فيها أمام المحاكم الإدارية ونزيدك أحد الحاجة التي هي ربما تتغيب على بعض الإخوان في الإدارة لما تطعن المتضرر في القرار الإداري له بصفات موازية أن يقدم طلبا يرمي إلى إيقابة تنفيذ والعمل المتواطر في المحكم الإدارية أنها تستجب توا لكل طلبات إيقابة تنفيذ المتعلقة بالقرار الإداري طالما أنها لم تتصفح الملف لم تتعمل الملف لم تطالع الملف فإنها ضمانا واحترازا لحقوق الأطراف تقضيب إيقابة تنفيذ مؤقتا إلى حين البت في الموضوع هذا لم يكن هذه لم تتح للزميل وستطالبي لم يبلغ لم يفتح الأجال ومن ثم فإن هناك إجراءة تنفيذية مورثة من صفات مباشرة وفوت عليه حق الطعن بأمام المحكمة الإدارية إذن هذا جانب الجانب الثاني أو ما قبل الآخر هو أننا تنعيش حالة للطوارئ في البلاد تنعيش حجر صحي تنعيش حالة استثنائية في البلاد لتوقفت فيها سائر التنفيذات وشيء نقول لكم هو للأمانة للأمانة التاريخية محاكم الدار للبضاء شلت عن آخرها وتوقفت على مستوى التبليغات والتنفيذات والآجال وهذا تكرسها مقتدر فتلستة من المرسوم الصادر في إطار الطوارئ كيف لهذا الملف أن تباشر فيه تنفيذ وأن تسقط فيه آجالات وأن ينفذ في دهاليز الضلام كيف لذلك أنا أرى أن ساميلي بعدما فوتت عليه فرصة والطعن والطعن ما زال مفتوح الآن علش له من باللغش يمكنه أن يطعن فيه ويمكنه أن يتقدم بطلع مرمي لقية تنفيذ ويمكنه بعد استصدار قرار إداري أن يعود إلى المسطرة الاستعجالية لتقديم طلب رامي إلى يرجع الحالة لما كانت عليه ما شيحنا بغينا نبينه بفندق وقد ندسو الحقوق ديالناس وندسو الحقوق ديال المواطنين وديال المحامين وديال لا 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 نبغينا نبينه بفندق قصنا نحافظه على حقوق الناس ودر المحامات ما يمكنش هذا فصل القانون نحن ندسو وندسو فيه ما يمكنش ولذلك أنا تنشجل على أن هذا العمل ومشكور السيد رايس النياب العام والسيد وزير الداخلية لأنه فتحوا بحث بوليسي وآخر إداري بشأن هذه الواقعة ونعتقد أن بعد الانتهاء والتحري في هذا الملف أنه ستنكشف الحقيقة وسيظهر ما إذا كان هذا فعلا هذا فعل جرمي هذا فعل جرمي ليس قريبا فعلي عادي لا هذا فعل جرمي لأنه سبب دررا ليس للمحامي للمحامي ولموكيلي وللمؤسسة المهنية ولكل المحامين لذلك رأيتم أن انتفاضة المحامين وغضب المحامين كانت له درجة أو له معدال عالي لم يسبق له مثيل نحن نتنقفه ما تنقفوش لما نحن كمحامين لا نحن نتنقفو لماذا يكون هناك مجيبات للاعتجاج وأعتقد أنني كانت ذكر في العهد نقيم محمد البدغير يلا الله يرحمه وقفنا واحد لوقفة لأنه وقعت تعسوف والشطاط في حق واحد الزميل ولكن الأمور سويت خلال ربعوشين ساعة اليوم هذه وقفة ثانية كانتظن كانتظن أن المسؤولين في البلاد مرزمين داخل أجار 14 ساعة يحسنون بذل مالف لأن الأمر يتعلق بقطاع حيوي بقطاع له مكانته وله قدوسيته فممكنك تجي إدارة وتنتهك الحقوق دي الناس في هذه الأسلوب هذا وإلا رغض تصبح الناس سيبة في البلاد سمعوا لي على هذه العبرة هذه وأحيي زملائنا في كافة نقابات المغربية التي التحمت في إطار رحم واحد في إطار خيرة واحدة في إطار شسد واحد وأحيي كذلك سلطات في البلاد لا السيد رئيس النياب العامة ولا السيد وزير داخلية اللي تفعلوا مع الحدث واللي أمروا بما يعتعين أن يؤمر به ولكن طلبي ومناشدتي لهم بضرورة الإسرع للحسم في هذه القضية قبل أن تحصل تدعيات نحن لا نسعى إليها ولا نترقبها ولكن التعجيل بالبت في بعض الأمور الخطيرة التي هي مشينة وخطيرة يجعل لها نكهة لأن إبراز الحقائق تتم باستعجال وتتم في إطار التوية وتتم قبل أن تدبل هذه الجراح وتتفاقم الجراح ما دام الجراح بقي مبتدئ فعلينا أن نستأصله وعلينا أن نزيل هذا الأمر في أقرب وقت ممكن وكن أعتقد أن نحن كمحامين نؤمن بالقضاء ونؤمن بالعدالة ونعيش لها منها وإليها وإليها الرجوع شكرا لكم